تحتضن مدينة العالمين الجديدة نصف ثانية من مهرجان القاهرة للدراما تحت عنوان 60 عاما سينما أو سنة دراما وعلى هامش أعمال المهرجان عبر عدد دائمين الفنانين على آجابه بأش شديد بمدينة العالمين الجديدة وما تشهده من صورة حضارية تدعو للفخر لا شيء رائع والواحد ما كانش متخيل بالروعة دي حقيقة يعني مكان عالمي ومكان نفخر به وحلوة قوي الفكرة أن احنا نعمل مهرجان هنا وده شيء يعني شرفنا كلنا أن يبقى عندنا مدينة بالشكل ده رائعة رائعة وجميلة ومبهجة ورقية والشيك ومدينة تشرف مصر وتشرف المصريين والمصريين لازم يفرحوا أن عندهم إنجازات بالحجم ده وأن هم قاموا بإنشاء المدينة الجميلة دي أنا طبعا جيت 3-4 مرات أبل كده عبر 3-4 سنين بتفرج منذ إنشاءها طبعا تطور رهيب في وقت قياسي ومبروك لمصر هذه المدينة الرائعة الجميلة بلد طحفاء أجدد مدينة في مصر معمولة على أعلى طراز شفت الشياكة وجمال وأحلى بحر وقتلات تجنن كل حاجة جميلة بصراحة أنا أول مرة يجي فمبسوط قوي أني باجي في مهرجان باجي مع زملاء وأن يبقى فيه احتفاء بالفنانين وبالدراما المصرية فحاجة تدعو للفخر الحقيقة أنا كنت لسا بقولهم أنا أول مرة يجي من أكتر من سبع سنين الساحل عمتا فاتفاجئت بصراحة بقى الحاجات الناطحات السحاب الجميلة دي والقطلات والمنظر لا بقى فيه منطقة اسمها العالمين الجديدة أنا أول مرة أشوفها على الطبيعة فأنا مبسوطة قوي بصراحة بالأماكن الجميلة اللي في مصر